النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يخرج إلى البقيع إلى موت المسلمين في البقيع كما في حديث أبي مويهبة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد وغيره وفي مستدرك الحاكم وصحاحه وفقه الزهبي أن أبا مويهبة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من جوف الليل أو بعث من جوف الليل عليه الصلاة والسلام فأيقظ أبا مويهبة غلامه فأيقظ أبا مويهبة وقال يا أبا مويهبة إن الله يأمرني أن أخرج إلى البقيع إلى أهل البقيع فأدعو لهم فهلما معي أو تعالى معي يا أبا مويهبة قال فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فدخل النبي عليه الصلاة والسلام البقيع وقال السلام عليكم يا أهل البقيع ما أنتم فيه خير مما فيه الناس يا سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام في أيامه يقول ما فيه الموتى خير مما فيه الأحياء فيه الناس ما أنتم فيه خير مما فيه الناس ثم ما أسمع تتمت كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الفتنة توالت أو تتابعت كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها وآخرها شر يعني كلما جاءت فتنة تكون أشر من الفتنة التي تليها وهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع فما بالك بالأزمنة التي مرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبالفتن التي مرت على الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكل فتنة تكون أشد من الفتنة السابقة السابقة له اشتركوا في القناة